اول ضربة موجعة للمدرب الجديد البوسني فلاديمير بيتكوفيش والاتحادية والجماهير ككل كانت قاسية جدا بعد رفض احد اللاعبين اللاعب للجزائر وكنا نشرنا في فيديو سابق ان الجميع يتخوف من رحيل بالماضي وقد تكون اثاره وخيمة خاصة على المفاوضات مع عدلي وشرقي وأوليز وكان ياسين عدلي في تواصل دائم مع بالماضي وقريب من اللاعب للخضر وصرح بذلك بالماضي في ندوته السابقة غير ان تطور الامور جعلت نجم اسين ميلون الايطالي يغير موقفه ويعلنها سارحة اليوم اريد اللاعب مع فرنسا ليزيل بذلك الغموض بشأن مستقبله الدولي والمنتخب الذي سيحمل الوانه ونقل موقع كالتشو ميركاتو الايطالي تصريحة اللاعب ياسين عدلي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ميلون واسلافيا براغ في اليوروبالييغ والذي قال فيه عدلي كلاعب اريد اللاعب في المستوى العالي اللاعب مع فرنسا هو هدف بالنسبة لي وهذا ليس الوقت المناسب لشرح السبب وحاولت بعض وسائل اعلام الكذب على الجمهور الجزائري بعد الاتفاق مع بيتكوفيش بان هذا الاخير ضمن خدمة عدلي وانه سيسهل مجيء عدلي وانه تواصل معه وسيتنقل الى ايطاليا من اجله وكذا لكن كل ما قيل كان مجرد اخبار كذبة فضحها عدلي بنفسه اليوم وهكذا نفقد بعد رحيل بالماضي لعبا مميزا كان سيشكل ثنائيا قوية في المنتخب مع اسماعيل بناصر مثل ما يشكلها في نادي اسيميلو الايطالي ما رأيكم في هذه الصدمة الكبيرة شاركونا بتعالقكم ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد